هذا البرنامج بالاشتراك معه الباري التدول كما يجب أن يكون أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة مشاهدينا في مثل ما إلنا هذه الحلقة التي نتناول فيها سعر برمير النفط طبعا سأقدم في هذه الحلقة عدة محاور منها مثلا كان تاريخ انهيارات ومحطات وهما ساهمت بالسبعينات والثمانينات ونهاية التسعينات كيف تأثر سعر البترول طبعا سعر البترول عدم هيك نحن قطعنا بشهر أكتوبر اللي هو شهر كان التزبذب بامتياز ماذا حصل فيه كسر اليورو واحد خمسة وعشرين البترول كسر الثمانين دو جونز رجع كسره ست عشر ألف والذهب كسر الألف ومئتين كانت محطات مهمة جدا سأبدأ من تاريخ ماذا يحصل في النفط كان بالسبعينات والثمانينات الهزات الصدمة النفطية الأولى كيف حصلت والأرام اللي كان يسجلها سعر البرمير مشاهدين أبدأ من اليابان طبعا لأشدد على مدى كيف إذا صعد البترول أو إذا انخفض البترول وانخفضت العملة هل فتورة اليابان سترتفع أو لا ممكن كتير أنه اليابان بيترول على المية وحداش يكون فتورة النفط أرخص تصوروا من بيترول على مستوى ستة وتمانين لماذا؟ لأنه الياباني أيضا تحرك بقوة عن الدولار طبعا نحن ناخد مثل ونشاهد لاحظوا مثلا إذا ناخد هون مثل سريع جدا وهون كمانا فيه مقالة حلوة بصحيفة الرياض من دكتور أنول معالا كمانا كتب عن هالشي بين 2011 لل2013 متوسط سعر زوج الدولار مقابل الياباني كان خمسة وتمانين ستة وتمانين خلينا نقول ستة وتمانين متوسط سعر البترول بهذا ثلاث سنوات كان مية وعشرة إذا أنا عندي يان ياباني على ستة وتمانين عندي بيترول مية وعشرة بدي شوف قديش فاتورة اليابان البترولية مرة جديدة على نفس الصورة طبعا هون اليابان دفعت إذا بعملية حسبية كتير بسيطة مية وعشرة كل دولار عم نقول كل دولار مع اليان خمسة وتمانين والبرميل حقو مية وعشرة دولار منضرب مية وعشرة بخمسة هون بيطلع لي تسعة تلاف واربعمية ووحدة وستين إذا يان تسعة تلاف واربعمية ووحدة وستين سمن البرميل إذا اليابان دفعت تسعة تلاف واربعمية على بيترول عم نتكلم مية وعشرة تسعة تلاف واربعمية يان لاحظوا على أسعار قليلة جدا اللي هي لوصلناها هلأ ستة وتمانين ولكن اليان رجع أيضا خفط عن شهد قداش هتصور في تورة البترول طبعا اليابانيين إذا كان وصل الدولار يان مثل ما شاهدناه بالأسبوع الماضي مية وحدة عشر طبعا تراجعات كبيرة جدا للدولار يان سعر النفض ستة وتمانين هوني صار نوع من تقريبا صار في عنا هبوط كبير جدا بالبترول وتراجعات كبيرة باليان الياباني كل التراجعات اللي حصلت على سعر البترول استوعبها سعر اليان الياباني وبالتالي ممكن كتير أن الفاتورة تصير متقاربة لاحظوا مرة جديدة هون ماذا حصل لدينا يان على المية وحدة عشر بترول ستة وتمانين اليابان دفعت تسع تلاف وخمسمية وستة أربعين أكتر من تسع تلاف واربعمية سمن الفاتورة النفط كانت على البرمير هايدي اليابان هون شاهدنا أنه بفتورتها على المية وحدة على فوق المية دولار كانت أرخص من ستة وتمانين دولار طبعا إذا بيخد مثل تاني بداية 2014 سعر النفط مية دولار دولار مقابل الألين الياباني مية وثنان عشر تلاف وميتان سمن البرمير يعني عم حاول أنه أقول أنه تقريبا ليس إذا هبط أو ارتفع سعر البترول فورا ترتفع فاتورة اليابان يجب أخذ بالاعتبار معدل صرف عملة اليابان مع الدولار الأمريكي إذا كان هناك تحرك كبير جدا مثل ما عم يحصل حاليا في عملة اليابان وانهيار بليان أو انخفاض كبير جدا بليان قد ما ينخفض سعر البترول إذا ما تراجعت كبير اللي حصلت بليان الياباني تعوض انخفاض اليان وأيضا أكتر من هيك يحصل انخفاض أكتر مشان هيك شهادنا الفرق السعري إذا هيدا هو اللي بدقول من مقاسي أوقات اليابان أنه أوقات تتفائل أنه سعر البترول انخفض تتفائل بفتورات النفضية ولكن أتت أتت السعر اليان الياباني تراجعاته وقضى على هذا التفاول هيدا بالنسبة لليان الياباني شهادنا في تورة النفض لأنه بتدفع بالمليارات الياباني تستورة كل برميل من النفض لتحرك اقتصادها من أبرز الدول التي تعتمد عليها دول منتجة البترول رح اذهب مرة جديدة إلى سعر النفض مرة جديدة مع اليابان إذا أنهي هذه الفقرة اللي قلتها مع تالت صفحة لا أشوفها مع سلايت وهي أنه كيف استطعت أن ألخص بأن اليابان دفعت فتورة أقل عند مستوى تفق 11 سعر النفض 111 دولار قرنته مع برميل 86 دولار اليابان مع تراجع اليان الياباني سعر البرميل على 111 كان أرخص كان أرخص شهادنا على 111 كان أرخص أمريكا عكس اليابان هون أمريكا عملتها الدولار وكلما هبط الدولار فتوراتها تراجعا الولايات المتحدة الأمريكية عكس اليابان لماذا؟ لأنه عملتها هي الدولار والبرميل بالدولار لسه بحاجة إلى أنه حول سعر البرميل أنه دولار مش مثل اليابان من الدولار أريد أن أحوله على الياباني وأقارن بين المجموع العام أتواقف مع أول ستينك في هذه الحلقة مشاهدين أتابع مرة جديدة طبعا مع اليابان وشاهدنا هذه التراجعات اللي حصلت مع اليان الياباني طبعا حقزة مثل ما قلت كل المتحدة الأمريكية كلما هبط السعر البرميل استفدت أكتر هي لأنه السعر بيئة الدولار الصفحة الرابعة اللي هنشاهدها هي هنتكلم فيها عن اليورو إذا بدي أخد مثل مش اليابان هأخد منطقة الاتحاد الأوروبيا اليورو إذا بدي أخد اليورو هأخد ألمانيا بالنسبة لألمانيا اليورو واحد خمسة وثلاثين كان مثلا وسعر النفض مئة دولار ألمانيا دفعت أربع وسبعين يورو سمن البرميل بكل سهولة اليوم اليورو واحد خمسة وعشرين وسعر نفض ستة وتمانين سعر البرميل سبعين دولار تقريبا إذن لأنه تراجع على اليورو وتراجع أيضا سعر البرميل بالنسبة لألمانيا التراجعات مع سعر البرميل وأيضا في تراجع باليورو لو حصل ارتفاع باليورو ممكن يصير شيء ولكن في أيضا انخفاض بيئة اليورو وهذه التراجعات الكبيرة التي حصلت طبعا صار البرميل أرخص مثل هيك منتحة الأمريكية إذن ألمانيا مثل أمريكا مثل عكس اليابان حصل لأن اليابان عملتها تراجعت كثيرا هذه بالنسبة لألمانيا تكلمت عنها خليه انتهت من قصة سعر البرميل وكيف يؤثر المفاجأة اللي اكتشفنيها إنه ممكن يؤثر كتير سعر العملة بتأثر أيضا مع انخفاض البرميل هنا في أحداث بالسابق بالتمانينيات والتسعينات أثرت بقوة على سعر البرميل ودفعته إلى الأعلى ثم انهارها عدة مرات وسجل أعلى الأسعار هاستعرض بعض الأحداث المهمة جدا العلوين الكبرى لهذه الأحداث طبعا مثل ما بتعرفوا بالسابق منطقة الخليج والحروب اللي حصلت مثل حرب العراقية الإيرانية ست بين ديمة الثماني سنوات بين أفسر مئة وثمانين أفسر مئة وثمان وثمانين غزو العراق للكويت سنتي أفسر مئة وثمانين كمان أسه حرب الخليج أفسر مئة وثمانين أنا نعم تكلموني كويت عراق إيران مناطق متقاربة بلدين من أبرز المنتجين في العالم أحداث 11 سبتمبر كان هنا بال2001 وماتلتهم من حرب بأفغانستان بال2002 لاحظوا هالعناوين والتواريخ المهمة جدا التي حصلت أثرت على سعر البرميل بقوة جدا وشهدنا هذا التزابد بالعالي لسعر البرميل في أصابق طبعا صار فيه ارتفاع بالسبعينات مثل ما بتعرفوا ارتفاع كبير جدا على أسعار البترول يجب عندما يرتفع الأسعار بالإجمال أنه قوي أنا زيادة الطاقة الانتجية لأنه على أسعار عالية أربع لم تستطع الدول في هذه الأوقات أن تستفيد من هذه الأسعار لأنه حصل ست حروب في المنطقة وبالتالي استنزفت القدرات المالية ارتفاع الأسعار بالسبعينات ست حروب في المنطقة ساهمت في عدم زيادة الطاقة الانتجية بوقتها لأنه مثل ما بتعرفوا كنا قلنا بحلقات سابقة أنه على أسعار عالية ممكن أنا كتير استفيد بمسكة لشركات النفط وأخرى مثل من نفط الصخري بالمتاحة الأمريكية كما بكون عندي أسعار عالية كما بتعمل استثمارات لا أقدر أنا كون إربح وقتها أعمل هالاستثمارات على زيد الطاقة الانتجية ولكن الحصول من سبعينات الكفزة القوية ما أدرت يصار فيه استيعابتها كنتجية ماذا حصل بعد ذلك؟ طبعا العوامل دائما السياسية اقتصادية فنية من الداخل وطبيعية مثل مثلا أعصارات وما إلى ذلك تؤثر بقوة على سعر البرميل استينجو وأتابع طبعا نحن دائما مركزين على ما يشتشد المنطقة من عوامل قوية وما حصل في السابق على سعر البرميل تاريخيا في السابق حصل عدة انهيارات في أسعار النفط طبعا التواريخ المهمة اللي يجب أن تحفظوه هي تواريخ مهمة جدا وهي بالتسعة وتسعين لأنه بالتسعة وتسعين أيضا الدئاب سجل أدنى مستوصل فيه إلى 257 وأيضا الستة وتمانين هؤلاء التاريخين مهمين لازم يضلوا على البال دائما سنة الستة وتمانين وسنة التسعة وتسعين الأسعار قبل السبعينات لم تعرف أي ارتفاعات على الإطلاق أو توسكر منذ الحرب العالمية حتى السنة التسعة وتسعين لم يتجاوز خمسة عشر دولار سعر البرميل إلا في خمسين مرة فقط انتبهوا مني طبعا هابدأ مع الصدمة النفطية الأولى حرب أكتوبر طبعا من مصر بقى التحديد شاهدنا البداية كانت بتحريك أسعار النفط لم تأتي من الخليج أتت من مصر من حرب أكتوبر 1973 شاهدنا أول ما يسمى الصدمة النفطية الأولى بدأت الأسعار بالارتفاع مع حرب أكتوبر 73 وقفز السعر من دولارين إلى سبعة دولار طبعا بعدين أتى عامل داخلي في الخليج ومناطق الخليج وشاهدنا هنا الثورة الإيرانية طبعا هون صار في عجز فورا في الإنتاج بحوالي مليونين ونصب برميل اختفوا من السوق وبالتالي قفزت الأسعار إلى 20 دولار إذن أنا كنت 2 دولار حصل أكتوبر حرب أكتوبر قفزت من 2 إلى 7 ثم ثورة إيرانية من 7 إلى 20 دولار إذن من 2 دولار للـ 20 دولار عم تكلم أنا بعشر مرات حصل هالكفزات اللي حصلت ويعتبر رقم كبير ومهم جدا ولكن دائما قبل السبعينات لم يحصل أي ارتفاعات تذكر لازم ضل يعني بس تواريخ الـ 86 و 99 يجب حفظهم دائما قبل ما نشاهد أنه سنت بالأزمة العالمية تكلمنا عنها قبل أنه وقت وصل لـ 2007 شاهدنا الـ 147 دولار ثم بعده إنهيار للـ 31 دولار نحن نتكلم دائما عن المرحلة السابقة لأنه سبق وذكرنا هذه التواريخ من بدأت العصر وبعدين خلينا نرجع إلى تواريخ قديمة جدا بالحرب العالمية مثلا إذا بدأت استعرض من الحرب العالمية الثانية يعني نتكلم نحن من مناطق 1945-1950 هذه الأسعار كمين لم تذكر من بعد الثورة الإيرانية هناك الحرب العراقية الإيرانية أيضا سهمت بدافع وتزبزه كبير لأسعار البرمين حرب العراقية الإيرانية قفزت الأسعار إلى 35 دولار يعني هنا بدأنا 22-25-36-80 بعدين هذه كانت وقت انطلاقة الحرب العراقية الإيرانية ثم هدأت الأسعار وتراجعت إلى 6 دولار مرة جديدة إذن ماذا حصل لماذا هذه التراجعات دائما تحصل كنا 2 دولار صلنا 7 دولار اجينا أكتوبر بعدين اجينا إيران وصلنا 20 دولار حرب إيران 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 كمين مرة جديدة إيران مرتين بالثورة وبالحرب مع العراق وصلنا على 35 ثم هدأت الأسعار وبعدين هابتت وذهبت إلى النزول قبل انتهاء الحرب العراقية الإيرانية سنة 88 سنة 86 كان عندنا الهبوط ووصلنا مرة جديدة إلى مناطق 6 دولار سأتوقف مع تقريبا أقسم الحلقة قسمان لأنه هيك بينتهي الفقرة الأولى من حقيبة الجو سنتابع الفقرة الثانية ونحن نتكلم دائما عن تاريخ انهيار أسعار النفط وأيضا المحطات الكبرى المهمة التي مرت عليها أسعار النفط عبر تاريخه ماذا أثر عليها من حروب وعنوين بارسة أهلا بكم مشاهدين مرة جديدة نحن في هذه الحلقة نستعرض تاريخ أسعار النفط وماذا أثرت عليه الحروب عبر التاريخ السبعينات والثمانينات أعود مرة جديدة إلى الحرب العراقية الإيرانية كيف قفزت الأسعار المهم جدا من 2 دولار إلى 7 دولار من 7 دولار إلى 20 من 20 إلى 35 ثم عادت مرة جديدة إلى 7 أو 6 دولار يعني كأنه ما حصل شيء طبعا اشتعال حرب الخليج ارتفعت كمانا مثل ما قلنا هون إلى 24 دولار تحرير الكوات استقرت بين 13 و 15 دولار يعني احنا هون عم نستعرض كيف كانت الأسعار طبعا هون التحرير الكوات وطبعا التواريخ المشكلة أنه التواريخ كلها متقاربة يعني بالنسبة للأحداث الكبيرة التي والتسارعات بالمنطقة اللي حصلت حصلت بفترة زمنية كتير متقاربة رح يذهب إلى خلينا شوف رسم هون اسمه inflation adjusted أو التضخم اللي هو لاحظوا هون لو أنه الصورة مش كتير واضحة وما فيكن تقروها ولكن لاحظوا حركة النفط بالخط الأسود وحركة النفط بالخط الأحمل الخط الأحمل يأخذ بالاعتبار التضخم يعني لمن كان عندنا نحن 40 دولار مثلا سنة وقت ضرب 40 دولار سنة 79 قبل ما ينزل يعني كأن أنا عندي مش 40 دولار عندي تقريبا 110 دولار بس أيضا بالخط الأحمل حبات أنه فلجيكم الصورة إذن هاي دي كانت حركة النفط مع التضخم فيكن تلقوها إذا بتروحوا على inflation adjusted في ويبسايت اسمه inflation data dot com كثير مهم وبيعطي كثير معلومات على النفط وحركته وما إلى ذلك الآن أذهب إلى ماذا حصل في أكتوبر طبعا هيدا شهر أكتوبر اللي مضى هو شهر كان سريع جدا ضرب الأسوأ بقوة ماذا حصل في هذا الشهر ضرب اليورو تحت الواحد 25 ضرب النفط بمرحلة تحت 80 ضرب دو جونز قبل ما يرجع يساجل مستوية إي سي ضربوا بتحت 16 ألف والأبرس كان ضرب الذهب الذهب كان نجم أكتوبر طبعا كل الشهر النفط هو نجم الشهر دون منازع ولكن أتى في آخر جلستين وأتى الذهب وأصبح هو نجم شهر أكتوبر سأتناول كل هذه الأحداث طبعا الذهب والفضة الفضة مهم كتير هنشاهد ماذا حصل أيضا في السلع وأيضا في الدو جونز خلينا نبدأ مع الرسوم منشاهد على الصورة طبعا الفضة لاحظوا الفضة هون الفضة كسرت 16 دولار وشاهد هوني كسرت 16 دولار وصدت 15-95 ثم لابزة ان ارتدت على الصورة نشاهد هنا الحركة الشهرية طبعا نحن عدنا إلى مستوات قديمة جدا الفضة بس بدي أذكر انه خسرانة من تقريبا 70% وأكثر من كيمتها لماذا؟ لأنه الفضة هابطة من 50 دولار 50 دولار أنا وصلت ل 15 أنا خسران أكثر يعني بعد فيه تلت تلت القيمة تلت قيمة الفضة موجودة فقط في السعر السرع يعني ممحها تلتان القيمة بينما بالفضة بالذهب ممحت نصف قيمته وبالتالي من ضربة الأسعار العالية جدا إلى مناطق الخمسين شاهدنا ماذا حصل خليزة إذا كانت هذه الفضة أزب إلى الدهب الذي سرق الأضواء مرة جديدة وأيضا خسر كتير من المتداولين أثناء التداول طبعا هون الدهب أو المعدن الأصفر نشاهده لاحظوا مرة جديدة يعود ويكسر 1180 مناطق قديمة جدا ثم عاد مرة جديدة وكسر 1170 وصل 1157 عم الشيء تكسر 1200 بس بداية قبل ما أرجع أذكر هون بدي أذكر أشياء مهمة جدا وهي التالية أنه سعر استخراج أونسة الدهب ليست هي فقط إذا في مجال برجع برجع بشوف في التشارت بس مش هلا ولكن سعر استخراج أونسة الدهب ليس 1200 دولار 1200 دولار في بعض المناجم تبدأ في أستراليا ولكن إذا بتدخلوا على ويب سايت أو الموقع اللي هو باريك جولد اللي هي أكبر شركة منجم دهب بالعالم بتبدأ أسعار الاستخراج الأونس تحت 600 دولار يعني 520 520 600 وحسب كل منجم قداش بتكون كالفته سأتوقف مع ستينج وتابع دائما مع الدهب والهبوط الذي تأثر به مشاهدين الدهب بس بتتكلم سريعا جدا ماذا حصل في الدهب وهل تعود الأسعار مرة جديدة أو لا وماذا يحصل في أسعار المعدن الأصفر طبعا الدهب عدة متداولين في الفترة الأخيرة ضرروا بكوة من الدهب خصوصا حجم الهبوط القوي اللي صال يعني كان 1233 وصار فيه الهبوط الكبير بنهاية الأسبوع الشهر أكتوبر يعني النهار الجمعة كان إغلاق أسبوعي بلاس إغلاق شهري يعني مسائب الإغلاق الشهري هو في نهاية الأسبوع أو نهار الجمعة كإغلاق وبالتالي قوة الحركة كانت مضاعفة كإغلاق أسبوعي وإغلاق شهري بنفس الوقت أكتوبر كان شهر التزبزبات والذهب تأثر بقوة خصوصا طلق ضربة قوية بداية من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الناتج المحلي الإجمالي اللي إجا بقوة خالف التوقعات ثم أتت اليابان مع البنك المركزي الياباني وأكملت على الذهب طبعا شهدنا 755 نقطة صعود على النيكاي الياباني اللي أن الياباني ادهور أيضا فوق 111 شهدنا كل عوان بنفس الوقت وبالتالي أيضا قوية الحركة بين الذهب واليان الياباني بقوة لأنه الين الياباني متراجع إذا بتلاحظوا من 75 إلى 111 حوال 48 بالمئة حوال 40 في المئة الذهب متراجع حوال 48 بالمئة من الـ 220 إلى هذه المستوية إذن أقوى علاقة حاليا هي بين الين الياباني وبين كعملة وبين الذهب إذا بتكون الذهب أو الين الياباني هي عملة الذهب أوكي نحن ما عن تكلم أنه كتسعير للذهب ولكن كأكتر علم عملة تتلازم معها سأذهب إلى النفط وكنا كمين في مرحلة سابقة كمين طرقنا على لكن سريع خلي ايضا ماذا حصل في والثمانين دولار يعني صار كل ما يكسر الثمانين دولار النفط شاهدنا أنه فيه تذبذب عالي بيصير بالأسواق المالية خصوصا على المؤشرات الأمريكية والمؤشرات الأوروبية لاحظوا المؤشرات النفط مرة جديدة هون لاحظوا النفط الصورة التالية اللي هي مع شموع يابانية منشهدها للنفط كيف في مرحلة سابقة كسر عدة مرات صار التمانية إذا بتشاهدوا على الصورة صارت الشامعة وخط التمانية مكسور كيوميا مكسور حوالي أربع مرات يعني يدرب تسعة وسبعين ويرد إلى نوع وإذا رد ما عم بيرد أعلى من أربعة وثمانين يعني في مرة من المرات ارتفع حوالي الخمسة بالمية لما نعرف هلأ صار تمانية دولار على النفط هي عشب المية لأربعة دولار هي خمسة في المية طبعا النفط هاي دي كنت حركته آخر شي الدود جونز اللي عكس الكل خلال هذا الشهر يعني تقريبا منتصف الشهر سجل قاع لإله وأيضا عادي إلى مستويات مح كل مكاسب السنة لاحظوا كيف الدود جونز في جالسة منتصف الشهر تقريبا الشامعة الحمراء اللي ضربت كسر فيها الوصل للخمسة عش فوق السبعمية وخمسين وثم عاد مرة جديدة ومح كل الخسائر اللي سجلن ورجع عن الجديدة سجل او أعلى مستوى على الإطلاق الدود جونز من بعد محبط تقريبا 1200 نقطة رجع صعد 1200 نقطة وصعد فوق 300 نقطة لأننا همتكلم فوق يعني جيب 17300 وما فوق وبالتالي كسر كل الألغام الاسية لأنه أخدوا تقريبا 265 يوم عمل المكاسب أتى 26 يوم ومح كل هذه المكاسب ثم أتى بأسبوعين ورجع عن جديد كون مكاسب وعمل هو كان الأفضل بأكتوبر على الإطلاق الدود جونز اللي حصل معه سأتواكف ونهي الحلقة بعد استيق مشاهدين أصل إلى نهاية البرنامج طبعا بتشكر هالمتابعة منكم بتذكر بموقع القناة cmcarabia.com هو عنوان الموقع القناة فيكم تشاهدوا برامج وأرشيف الحلقة لحقيبة جو سنتين ثلاثة كمان في أرشيف موجود متوافر أيضا briefcase cmcarabia هو .com هو البريد للبرنامج جاي هوا at alpari.ai أي شي بتحبه استفسارات أو أفكار كبيرة لنقدر نستعرض بالحلقة السابقة كمان رسلوني على هالإيميل موجود على التويتر بصورة مستمرة at jo هيدا عنواني على التويتر at jo under score alpari.ai هيدا عنواني على التويتر وبنتظر منكم تفاعلات وتقريبا هذه كانت كل الحلقة بتشكر المخرج سلمان زاندين اللي كان بإيادة الحلقة وأيضا الزميلة مها على السي جي شكرا مشاهدين وبلتق معكم بحلقة مقبلة هذا البرنامج بالاشتراك معه alpari التداول كما يجب أن يكون